اشتركوا في القناة انت حاسس ان انت مضغوط في الشأن اللي ليه علاقة بالامور النفسية جدا لانه هيكون كل ده بالنسبة لك ليه علاقة بهدوء من بعد يوم خمسة بالنسبة لك من اول تأثير مكاوكب الزهرة يكون موجود في برج الدلو اللي هو بالنسبة لك المنزل التاسع فده هيكون كتير من الهدوء من الحالة النفسية لانه ده منزل الروحانيات على فكرة والامور اللي ليه علاقة بالشأن النفسي جدا ومنزل حظي بالنسبة لك يعني فإذا أنت عندك أجواء ليه علاقة بيه أن أنت عندك تصالح مع النفس جدا عندك هدوء في التعامل كتير عندك تصالح مع الحبيب جدا قادر أقول أن نسبة رجوع قوية كتير لبرج الجوزاء حتى لو حصل أن فيه نهينة مشكلة أو فيه مشكلة ما بينك أنت والحبيب حتى تتعدى الشهور فهيكون فيه تصالح فيه رجوع بنسبة عالية جدا فيه قادر أقول فكرة أن ممكن أنت أو الشريك تقول له له فكرة عاف الله عما سلب فخلاص نبدأ صفحة جديدة برج الجوزاء عندك النقطة دي جدا أو عند الحبيب الخاص فيك جدا فإذا هل فيه رجوع لأصحاب برج الجوزاء أو بالفعل على فكرة أصلا برج الجوزاء أنت بالنسبة لك ممكن يكون كان فيه كلام على الرجوع خلال شهر فبراير إلى أنه هيكون في مارس لا فيه رجوع بالفعل موجود ليكم فيه رجوع رجوع حق رجوع أقدر أقول كرامة يعني لو بالنسبة لك الحبيب كان يعني شيء سلبي ليك فممكن هو يرجع لك يعني فيه رجوع مع الحبيب أو بالنسبة لك رجوع حق من الحبيب رجوع كرامتك من الشخص اللي كان حبيب أو لو فيه خلافات عائلية مع أهل الحبيب فإنت بالنسبة لك هيكون فيه أن أنت بتسترد كرامتك بتقدر تسترد شأنك بتقدر أن أنت تنجح في حاجة معينة بيتم فيه الأجوال اللي هي علاقة بأن احنا طب نصلح طب ناخد خطوة جديدة فيكون فيه أجواء من دي كتير فهتحس برضو أن كرامتك كتير رجعت لك فإذن دي أول الأشياء السارة جدا النقطة التانية لو أنا هتكلم برضو على الشق العاطفي فكتير هيكون عندهم خطوبة عندهم زواج تحديد لموعيد عاطفية جدا بالنسبة لك كتير من الأجواء العاطفية اللذيذة الهدية المفرحة الأخبار السارة في الشأن العاطفي عالية جدا ما شاء الله من بعد يوم خمسة لأن قبل يوم خمسة كوكب الزهر في برج الجادية لكن من بعد يوم خمسة أنت بالنسبة لك هيكون في برج الدلو وده موقع داعم جدا ليك طيب النقطة التانية أن المريخ كمان موجود في برج الجدي في برج الجدي أو بعد يوم خمسة ورضو هيكون موجود في برج الدلو فإذن كمان طاقة المريخ أنها هتكون موجودة بالنسبة لك فده هيخليك أن أنت عندك فكرة أني أنا أعرف أتعامل وأعرف أن أنا أتحرك وأعرف أفكر وأعرف أقرب وأعرف أصلح فإذن عندك الأجواء دي فكرة جيد جدا ليه علاقة بي أن أنا أعرف أن أنا أقرب للحبيب أعرف أن أنا أعمل شيء صار يسعده جدا ونقرب كده والبعاتينا اتخاذ خطوات جريئة وقوية في الشأن العاطفي كمان على فكرة برج الجوزاء هيكون نسبة حلوة كتير للموليد يعني في أخبار صار عن أن في موليد لأصحاب برج الجوزاء جدا بس داروا داروا شوية مش على الموليد يعني داروا على الأمور المفرحة اللي ليه علاقة بالشقة العاطفي بالذات لأن برج الجوزاء بالنسبة لك أنت يا متعطش للحب يا متعطش للاهتمام يا متعطش للتصالح يا متعطش لموليد فإنت هيكون عندك الشيء اللي أنت نفسك فيه جدا اللي ليه علاقة بالعاطفة تصالحات عائلية كمان عاطفية ده موجود كتير طب لما نيجي نتكلم كمان يا برج الجوزاء أنها هيكون عندك كتير من الأمور الجيدة في إيه تاني؟ في الأمور اللي ليها علاقة بالمسئولية اللي ليها علاقة بأوراء عقود أو أمور قانونية أو أمور قضائية أو تعاملات لها علاقة بمسائل قانونية زي مثلا فكرة استثمار كبير أو شيء ضخم يعني فبرج الجوزاء بالفعل أنت عندك كتير من الأمور القانونية والقضائية اللي بتكون جيدة كتير ليك وبتصبف مصلحك جدا جدا فيه انتصار قادم في قدر اقول افراح متعددة خاصة الاسبوع الاول يعني مش بعيد لا ده قريب جدا انت عندك كتير من الامور الجيدة بالنسبة لك المفرحة الامور اللي لها علاقة بعقود الامور اللي لها علاقة به اخبار سارة جدا تخص نجاح فقضية بقالها كتير فعندك الاجواء دي موجودة جدا برج الجوزاء عندك كتير دعم من احد الاصدقاء اشخاص هيكونوا بيسندوكم اشخاص بيساعدوكم كتير سواء بالنصيحة او بتعامل او بفكرة عندك اصحاب كتير بيساعدوكم بان انت يدولك طاقة بيدولك حركة عندك ان كتير بيساعدك كتير بيسندك كتير بيخليك ان انت يخفف محنا من عليك فعندك ده في حد ممكن يشيل مسئولية عندك زي فكرة اللي هو يخليك انت انا روح المشوار واتعبلك بدلك عافين لو فيه بقى كده يعني لو حد يتعب المهم يعني في برج الجوزاء على فكرة فيه كتير يعني عندنا الواحد بيبقى عنده اصحاب برضو حلوين كتير لوه لما بيشوفوك مثلا يعني تعبان فلوه خلص لك انا المشوار سو برج الجوزاء ما شاء الله يبقى عندك طاقة مش هتحتاج ان حد يعمل لك مشاويرك يعني بس الفكرة كلها برج الجوزاء ان انت عندك اشخاص بالفعل او اصدقاء داعمين كتير ليه كمان عروض مهنية من احد الاصدقاء ودي نقطة كتير متميزة اصلا اول 9 ايام من الشهر بالنسبة لك رائعين ومتميزين جدا خاصة في الامور المهنية وبعد كده بيتم تعاقد كتير ايجابي برضو في الشأن المهني يعني ان شغل جديد عمل جديد اضافة مهنية تعامل ليه علاقة بسفر او اشخاصيات غير جنسيتك عندك كمان عروض مهنية من احد الاصدقاء جدا الاسبوع الاخير بيزداد لقاءاتك مع الاصدقاء بيزداد دعم الاصدقاء بيزداد بالنسبة لك كمان تحويل علاقات الصداقة للعلاقات العاطفية طبعا عند الناس اللي هم مش مرتبطين او الناس المنفصلين فيكون عندك كتير من تحويل علاقات عاطفية او علاقات صداقة لعلاقات عاطفية عارف الميزة كمان في ايه الميزة ان انت عندك كمان خلال الاسبوع الاخير هتلاحظ النقطة دي جدا ان هيكون الاجواء العاطفية ما بينك انت والحبيب بعد ما بيتم تصالحات اخبار ايجابية تعاملات لطيفة جدا بيكون علاقتك أنت والحبيب بتبقى عاملة زي الأصدقاء بيبقى فكرة اللي هو اللي هو أنك مش هقولك أنك تتنازل عن أصدقائك مقابل الحبيب بس اللي هو أنك تقدر تعمل يعني عارف فكرة اللي هو تقدر أو اللي هو يكفيك عن الأصدقاء بس ماش معناها أن أنت تبعد عنه لأ أنا أقصد أن أقولك أن الحبيب هتبقى معاه كوضع صداقة ونحن نحكي مع بعض ونعود مع بعض وندي وقت أكتر لبعض ونحكي وننصح بعض جدا فعندك الأجواء اللي ليها علاقة أو الأفعال اللي ممكن تعملها مع أصحابك كلام مع أصحابك لأيكون مع الحبيب فدي أجواء هتبقى مميزة جدا برج الجوزاء للناس اللي مش مرتبطين فيه علاقات صداقة عايزة تتحول لأمور عاطفية وفيه كتير من المعجبين أصلا لأن برج الجوزاء انت بالنسبة لك حلو قوي أو مهتم بنفسك جدا أو شيك جدا عندك اهتمام بالستايل اهتمام بالشكل اهتمام بالطريقة بالتعامل بالإتيكيت الخاص فيك فعندك ده كمان الاهتمام أو عندك اللي هو فكرة اللي أنا فرفوش أكتر محب للحياة أكتر ودي كلها أمور بتزيد الجذب ليك جدا بتزيد جذب ليك من الجنس الآخر كتير المريخ اللي موجود بالنسبة لك في برج قدل ومن بعد يوم خمسة ده بيأثر كتير على أن يكون عندك فكرة متطور فكرة قد إيه أقدر أقول أنه هو هيبقى ليه إيجابية بمعنى أنها تكون أجواء أقدر أقول ليها علاقة بيه أن أنا عايز أطور من نفسي أطور من فعلي أطور من أسلوبي أطور من كلامي أخلي بالي أكتر من الأسلوب ده أخلي بالي أكتر من طريقة دي أخلي بالي أكتر من الشخصيات دي فعندك النقطة دي جدا جدا يا برج الجوزاء فإذا بالفعل أنت عندك اهتمام بالأسلوب التعامل لناس اللي بتتعامل معهم الطريقة فدي نقطة أنا شايفاها كتير برضو من الوضع الإيجابي أو الأمور الإيجابية برج الجوزاء هيكون عندك كتير من العلاقات والزيارات والتواصل مع المقربين لك على رغم أن مش كل المقربين لك حلوين على فكرة لا ده أنت تكتشف ناس سلبيين يعني بس الفكرة كلها أن أنت عندك كتير برضو من الشخصيات الإيجابية اللي هيكون أن أنت متواصل معهم على أربع علاقاتك معهم فدي من النقاط الإيجابية أو اللي هي فيها إصارة نفسية إيجابية برج الجوزاء من الأمور الإصار أو الأشياء الإصارة بالنسبة لك أنها هيكون في أجواء لها علاقة بعقود العقود لها علاقة بأمر مهني أو عقود عاطفية أو عقود أقدر أقول لها علاقة بعقد شفهي أو عقد وراقي بمعنى يعني في حاجة قرار مهم جدا في تعاقد مهم جدا في أقدر أقول أن أنت عندك كتير من القرارات الجيدة اللي هتكون إضافة جدا لك لو أنا هقسم إيه معنى؟ ده المنزل العاشر بالنسبة لك برج الحوت ده بالنسبة لك المنزل العاشر اللي هو الشمس موجودة فيه أول ثلاث أسابيع من يوم تسعى عطارد موجود في برج الحوت ده منزل الخاص بالعقود الأوراق التعاهدات فده بالنسبة لك يعني أن أنت عندك كتير من أوراق من عقود مهنية من بعد يوم تسعى يعني فيه تعاقد مهني النقطة الثانية أن هيكون عندك كتير من العقود العاطفية يعني زواج خطوبة رجوعه دي إحنا قلناها كمان يعني وده بيزداد نسبة تأكيد لأن أنا بقولك الأشياء السارة أو بجمع النقاط من خلال تأثير حركة الكواكب مجمعة مجمعة تعني ليك إيه تمام؟ طيب برج الجوزاء فأنت عندك كمان من العقود أو القرارات المهمة اللي ليها علاقة به أن أنت تاخد قرار مهم أو هتاخد عدة قرارات مهمة هتبقى إضافة كتير لمستقبلك هتغير كتير من أمورك الحياتية زي مثلا قرار سفر أو قرار ليه علاقة به أن أنا هبيع الحاجة دي واشتري حاجة تانية أو أن أنا هشتري حاجة مش عارف إيه كأنك بتقرس على نفسك بس مقابل أن أنت تلحق حاجة معينة فعندك النقطة دي قرار يمكن يكون عليك شوية تقيل مش صعب تقيل بس هتلاقي في الآخر أن أنت عملت حاجة جدا إيجابية ده من نسبة لأصحاب بورج الجوزاء من ضمن الأشياء السرعة هنبقى نتكلم على فيديو الخاص بالنصيح وقول لكم برضو على بعض النصيح اللي هتفيد جدا على أن أنت تسبت الأشياء السرعة أقوى يعني والتوقعات الإسبوعية هتبقى كتير برضو مهمة جدا هنبقى نوضح كل الأمور الهامة في خلال التوقعات الإسبوعية أكثر مشكركم جدا ما تنسوش الله عليكم وشاركوا في قناة تفعيل الجرس سلام شكرا